بالعلم والعمل نحمي الوطن ونبني الإنسان شعار اتخذه المجلس المركزي لنقابة المعلمين خلال اجتماعه لدورة النقابية العاشرة بحضور رفيق ياسر الشوفي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع القطرية والدكتور هزوان الويز وزير التربية ونايف طالب الحريري رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماع تم خلاله مداخلات لأهم القضايا النقابية والتربوية وطرح لأهم المشكلات والهموم النقابية ومناقشة كافة المجالات المتعلقة بالمنهج الدراسية وحقوق وواجبات المعلمين وغيرها اجتماع اليوم ركز على الدور العقائدي للمعلم في تربية الجيل وابعاده عن مواطن الجهل والتخلف الذي رادت العصابات المجرمية ان تأخذه اليه او تجره اليه والحالة الثانية هي الدور النقابي ودور رفاقنا المعلمين في الاستحقاق الانتخابي القادم الذي سيتم في مطلع العام القادم وتم التأكيد والتركيز على ان يتم اختيار القادة النقابيون الذين سيقودون العملية التربوية في سوريا ان يكونوا من الاشخاص ذوي الخبرة والكفاءة كان هناك عدة محاور تم تطرق اليها ما يتعلق باولا المدارس الخاصة يعني وضرورة ان تؤدي التزاماتها نحو خزان التقاعد نقابة المعلمين وهذا الامر طبعا في تنسيق سابق مع زميلي نقيب المعلمين لمعالجة هذا الامر لان هذه الالتزامات هي حقوق لجميع زميلاتنا وزملائنا المعلمين على مساحة الوطن فيما يتعلق بخزان التقاعد ايضا كان هناك محور حول ما يتعلق المسابقات يعني وانا اقوله الان من خلال وسائل الاعلام ان مسابقة معلمي الصف بعد ان تم تعيين عدد الذين اعلنت شواغل لهم ما تبقى من المتسابقين سيتم تعيين الجميع يعني كل من نجح في مسابقة معلمي الصف سأل بعض الزملاء فيما يتعلق بالمناهج المطورة تم وضع الزملاء والزملاء في عمل اللجنة التي تم تشكيلها وقد يعني كما انا سبق قد ذكرت تم تقسيم الامور والملاحظات يعني تم تعميم استبيان اداة بحث لجميع الزملاء والزملاء في جميع المحافظات وتلقى هذه طبعا النتائج هي كادات بحث وتم تقسيم الى ثلاثة اقصام هناك ما هو فعلا بحاجة الى معالجة فورية وقد قامت الوزارة بذلك هناك ما القسم اخر ما يحتمل النقاش يعني وتم تحويله الى المختصين في هذا الاجتماع طبعا سيتم مناقشة كافة الخطط المقدمة لهذا الاجتماع وسيتم اقرارها كخطط عمل مستقبلية لمدة عام كامل وايضا تم التركيز من خلال هذا الاجتماع على العملية التشاركية ما بين نقابة المعلمين من جهة وبين وزارة التربية بالاضافة الى انه تم التركيز ايضا على دور المعلم الوطني ودور المعلم السياسي باعتبار ان المعلمين بعثيون بسلوكهم وبخصالهم ما يهمنا هو ايضا وضع هذه المحاورة ونقاشة هناك امور تنظيمية من نقاشة اليوم نحن على ابواب نهاية الدورة النقابية انتخابية سيتم هناك انتخابات على مستوى القواعد الوحدات النقابية وصولا الى رأس الهرام ايضا محاور تربوية تم نقاشة مع السيد وزير التربية كافة الملاحظات التي ترد من المحافظات اي الفروع النقابية افكار وطروحات تمت في اجتماع شامل للمجلس المركزي لنقابة المعلمين للخروج بمعطيات تنعكس اجابا على العملية التربوية والنقابية اشتركوا في القناة